السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي الحجامة الجافة؟ بداية الحجامة الجافة هي نوع من أنواع الحجامة تتم عن طريق وضع إناء زوزاجي صغير الحجم يتم وضع هذه الكؤوس أو الأواني في مناطق عدة ومتفرقة في الجسم حيث تقوم هذه الكؤوس بعملية الشفط ويحتوي كأس الحجامة على مقبض خاص بهذه العملية وكانت هذه العملية تتم في السابق بطريقة أخرى حيث كان يتم وضع ورقة صغيرة مشتعلة داخل الكأس ويتم كبس الكأس على ظهر الشخص بسرعة وتستمر عملية الاحتراق لثواني قليلة حيث يعمل كأس الحجامة على انكماش الجلد وشده إلى الأعلى مع الأعصاب هناك أيضا عدة طرق للحجامة مثل الحجامة الراطبة والتي تخرج مع بعض من قطرات الدم والأخرى جافة التي لا يخرج منها أي شيء من الجسم وبالتالي فائدتها بشكل كبير تتقارب نوعا ما وبالتالي أتمنى لكم دوام الصحة والعافية وألقاكم في حلقة أخرى بإذن الله